كاملين معكم مشاهدين ومتابعين وإنما كنتوا أيانا في المتابعة أكيد من خلال لقاءات مع طلبة الثانوية العامة وعبر شاشة الفجر أكيد في نهاية جولتنا في منطقة الشعراوية في منطقة الجاروشية لقاء الطالب أكيد عبدالله سمير لطفي غالب الحاصل على معدل 98.16 في الفرع الصناعي المركز الثالث على مستوى محافظة طول كرم ما شاء الله عليك يا عبدالله ألف مبارك الله يبارك فيك الحمد لله حصلت على معدل عالب رغم الظروف والأشياء الصعبة اللي كانت في المحافظة وأيام كثيرة كنا ندومش فيها وكان في تسكير واكتحامات وقالعين أهلنا في غزة اللي ما كدروش يعني رغم هاي الحرب والشغيل ما حداش صعب إكلال منهم اللي كدروا يكدموا هاي السنة حكيليش بيعان الظروف الصعبة اللي مرتوا فيها حكيت لي إغلاقات حكيت لي إضرابات واشتيحات أكيد أثرت عليكم كطلاب والتعليم عن بعد بيزيد صعوبة لدراسة المواد وخاصة أنتوا كفرع صناعي وتخصص هندسة حاسوب قديش هذا أثر عليكم وكان أصعب بدراستكم وهندسة الحاسوب بدها يكون في دراسة عملية أكيد أكثر من نظرية فقديش كانت صعب عليكم نوضو تغلبنا في البداية أنه عساس أنه ما كدرناش نداوم طبعا الإلكتروني زي ما قلت كان فيه صعوبة كثير بالدراسة كان غالبية دراستنا بالدار نجد هدو نتعب حالنا أنه ندرس ونبحث عن النت كيف أنه نطور من حالنا وطبعا فيه كان أساد الخصوص الممكن يساعده الحمد لله أنه رغم هذا الشغل قدرنا نجد هدو نجيب مع المعدلات عالية مرضيك المعدل أو المعدلات بشكل عام السنة ولا يعني حاسين أنه شوي كان في ظلم أو استثنائية بالمعدلات أنا الحمد لله المعدل اللي كنت ناوي أجيبه الحمد لله جيبته حققته 98.6 أول ما طلعت من النتائج حطيت هذا المعدل وخلص الحمد لله أنه جبته ولكنه فيه يعني الطلاب بكليل اللي قدروا يجيبوا معدلات اللي حاطينها برأسهم خصوصا منتوا الكرم وجيني عشان الاكتحامات شو حابب تكمل تخصص جامعه بأي جامعة؟ هندسة حاسوب الجامعة لحدها سمشي مكررها بالله إن شاء الله كنت اتمنى لك كل التوفيق بوغاتي بورقر حبي يقدمو لك هاي الهدية إن شاء الله اتنالي أعجابك كمان الوالدة ألف مبارك النجاح احكينا شوي هالسنة يعني قبل الملقاء تحدثنا شوي وحكي تيري عن السنة ديش كانت صعبة ضمن شغلة كمان ضمن الظروف اللي مرينا فيها قداش يقدر تتوازنوا بوفروا جوي منيح تساعدوا تدعموا وحتى يوصل لهاي النتيجة السلام عليكم من البداية بشكركم على حضوركم واهتمامكم أنا والدة طالب عبدالله غالب من الجارشية احنا مبسطين كتير بمعدل ابننا ابننا طالب مشتهد جدا دايما حاطت براس وانه بدي يكون من المتفوقين ودائما هو من المتفوقين يعني هو ما شاء الله عليه رغم كل الصعوبات والتحديات هو حط قدامه هدف ووصل لهذا الهدف أنا بتمنى من كل الطلاب يقتدوا بالمسيرة اللي يقتدوها هاي السنة للطلاب كانت من أصعب السنين على التوجيهة لأنهم حطوا براسهم هدف انهم بدهم يوصلوا شو ما كانت الظروف بطول كريم أو بجنين وقدروا انهم الحمد لله يحققوا أهدافهم والحمد لله رب العالمين زي ما حكيتي اني وتخصص الحاسوب صحيح بده متابعة لكن ابني دائما بيشتغل على حاله يعني بيطور من مهاراته فأنا مع الأهل انهم دايما إيش ابنهم حابب يكون يدعموه يوجهوه ويساندوه والإنسان اللي بحط بحياته هدف أكيد رح يوصل له شو ما كانت الظروف والتحديات شكرا عبدالله سبالله ما شاء الله عليه حد هدفه ووصله الوالد ألف مبارك نجاحي عبدالله الله يبارك فيك احكي لي عن شعورك مبارح بنجاحه وتفوقه كان شعور ممتاز وشعور متوقع لأنه عبدالله كان ذكي من صغره وكان يشتغل على نفسه وما كان يكل ولا يمل كانت كل الوقت يستغلوا في الدراسة كنت دايما أراكبه أتابعه في البيت آه ادرس ادرس كان يحكي لي أنا دارس ومتقلص كل المواد يعني والحمد لله اجتهدوا جاب المعدل اللي بدوا يعني ما شاء الله عليه عبدالله يعني طلاب السنة طلاب عام 2024 في امتحانات الثانوية العامة فعليا هم قدوة يحتذا بهم كل طلاب السنوات القادم إن شاء الله يحطوا هدول الطلاب هم مثال وخير مثال لإلهم لأنه الظروف اللي مرينا فيها كشعب فلسطيني عامة وكمحافظات الضفة خاصة محافظات الشمال في طول كرم وجنين تحديدا هم مثال كويس لأنه عن جد أي ظروف ممكن نمر فيها أو أي تحديات ممكن نمر فيها هم فعليا بتحديد الهدف قدام عيونهم بيقدروا يتخطوا كل السعاب وكل المعيقات اللي بتواجههم إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في حياتهم الجامعية إن شاء الله وما بعد الجامعة في حياتهم العملية إحنا متفاعلين بهم خير هم جيل يدروا يتحدوا كل هالظروف أكيد رح يتحدوا أي شيء تاني ممكن يكون أمامهم الصعوبات والتحديات إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق ورح نظل متابعنا رح نظل وإياكم مستمرين في لقاته مع طلبة الثانوية العامة خلكم متابعينا على شاشة الفجر